وصل نشاط البركان المحموم في جزيرة بالي لإندونيسية ما أدى إلى أغلاق مطار المنطقة لليوم الثاني على التوالي بسبب الرماض المتصاعد وتسبب البركان بإرباك الرحلات الجوية لعشرات الآلاف من المسافرين كما جددت السلطات المحلية دعوتها للسكان المحليين إلى توخي الحيطة والحضر من جانبها رفعت وكالة الحدي من الكوارث الإندونيسية التحذيرة إلى أعلى مستوى كما أصدرت قرارا بتوسيع بؤرة الإخلاء إلى عشرة كيلو مترات من موقع البركان